زي ما ذكر دكتور مصطفى مدبولي دور نواب طبعا في مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أعتقد هنا أنت تتكلم عن الدقة لما يكون عندك نائب دكتور خالد عبدالغفار وحيكون مهتم بالتنمية البشرية ودوره وخبرته وأيضا يعني طبعا سيادة الفريق كامل الوزير يبقى كمان مهتم بالصناعة والنقل ولكن طبعا أنت هنا عندك نواب يعني عندهم من الخبرة والقوة والعمل والطاقة فأنت تتحدث عن الدقة يعني يمكن هذه المناصب اللي تم استحدثها كمان هتدي دكتور مصطفى مدبولي أنه يبقى هو بيتابع في كل مكان وعنده يعني فريق عمل قوي جدا فأنت بتتكلم عن الحقيقة دقة تم وضعها في هذه الحكومة ونتمنى بإذن الله هذه الملفات تبقى يعني تناقش بهذه الدقة ويتم التعاون فيها وتظهر كل الأشياء اللي احنا بنفكر فيها بنتكلم على تنمية بشرية بنتكلم على الإنسان بنتكلم على صحته على تعليمه على أدائه بنتكلم على الصناعة اللي هي بإذن الله تنقل مصر نقلة تانية فأعتقد ده هيبقى شيء مهم جدا كمان فيه تحدي كبير قوي بيواجه الحكومة وهو ضبط الأسعار في الأسواق وأنا سعيدة جدا لأنه دي من المهمات الأولويات اللي اتحدث فيها سيد الرئيس الحقيقة مع الحكومة الجديدة وأيضا وضعتها الحكومة الجديدة في البداية مواجهة التدخم بشكل كبير وده طبعا شيء مهم جدا لأن المواطن في النهاية بيشعر بشكل مباشر بكل هذه الأشياء فلما الحكومة هتهتم ويبقى عندك ضبط في الأسعار ويبقى عندك ضبط في كل شيء وفيه انضباط بشكل كبير كلنا كمواطنين هنرجع وراء وأنا تنفس فكرة السعر اللي هو موجود في كل مكان بحال وفكرة بعض العشوائيات اللي موجودة عند بعض التجار لما يبقى عندك ضبط وانضباط الدنيا هتتغير كتير وحيبقى المشهد بشكل كبير منضبط ويقدر المواطن يحس فعلا بوجود حكومة جديدة بضبط للأسعار وأيضا ضبط للسوء بشكل كبير نتابع أيضا يعني مقطع آخر من كلمة رئيس مجلس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي نتابع مع حضراتكم العمل على حد من التدخم وضبط الأسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة لأن الحياة كلنا مقتنعين تمام الاقتناع أن احنا قيلين صحيح في مجموعة من القطاعات الانتاجية اللي الدولة مركزة عليها الصناعة الزراعة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات السياحة ولكن كلنا مجمعين أن قطاع الصناعة لازم الفترة الجاية يشهد طفرة كبيرة في خلال الفترة القاضية